تسوية أو مصالحة هي الأكبر من نوعها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مع أحد رموز نظام مبارك رجل الأعمال حسين سالم مقابل التنازل عن خمسة وسبعين بالمئة من ثروته موزعة على أراضي وشركات ومنشآت سياحية وأموال تسوية تجدد معها الجدل برغم توافقها مع القانون الذي تم الدموج به المصالحة وفتحت الباب أمام طلبات للتصالح من رجال أعمال ورموز نظام مبارك بل ومبارك ونجلي وآخرين من بينهم زكري عزمي وأحمد عز وابراهيم سليمان ورشيد محمد رشيد المكسب الحقيقي أننا بنطلق إلى أفاق جديدة للتعامل مع الاستثمار ومع رجال الأعمال داخل نصر لأنه حصل من سنة 2011 لغاية النهاردة في تعامل بطريقة طرق جنائية التقليدية في الاتهامات كان لها أثار سلبية على الاستثمار في مصر قانون الكسب غير المشروع الذي تم تعديله العام الماضي ومرره البرلمان مؤخرا أقر فكرة المصالحة في مقابل تسوية مالية مقابل انقضاء الدعاوى القضائية ما أثار الجدل بعد تطبيقه بين من يرى أنه يصب في مصلحة الدولة بسبب عدم إمكانية استرداد الأموال من الخارج وآخرين يرون أنه يتيح للمذنب الإفلات من العقاب عبر تسوية مالية طبعاً أوافق طالما أن الدولة هتستفيده هترجع الأموال اللي كانت منهوبة لا أنا ما أوافقش أنا عايزة اللي غلط ياخد حسابه مش اللي معاه في قرش يفدي نفسه الأمر اللي كنا نتصوره أنه هيحصل تصالح ويجيب الفلوس المهربة في الخارج نكتشف أنه بيدهنأ بيديها المصر في الآخر عبارة عن فنادق وعقارات هي موجودة أصلاً داخل مصر وتحت يد المصريين وتحت يد جهات التحفظ وبموجب المصالحة سيتمكن حسين سالم من العودة لمصر بعد إنهاء الإجراءات وانقضاء الدعاوى القضائية ضده في عدد من القضايا التي حكم عليه فيها غيابياً وتقول ممتلكاته إلى الدولة حيث سيقرر مجلس الوزراء كيفية التصرف فيها وإمكانية طرحها في مزاد أعلني رند أبو العزم العربية القاهرة